خلينا نبتدي النهاردة بالحالات الفنية يا احمد علشان نتكلم عن الحالات الفنية لبايرن ميونيخ نقاط الضعف برضو يعني النهاردة بارح اتكلمنا عن نقاط قوة كتيرة جدا لكن النهاردة هنروح بقى لنقاط الضعف المتواجدة لنادي بايرن ميونيخ على الفيديو الفيديوهات اللي موجودة اللي انت جايبها لنا مهمة جدا وبرضو عشان دايما يا جماعة لما بنيجي نتكلم لكل مشاهدي نادي الاهلي ولبعض من اللي يشجع النادي الأهلي تفرجوا على الفيديوهات دي عشان تعرفوا احنا ما بنقولش اي كلام محدش بيقول اي كلام الناس كلها ما بتتكلمش في الهوى الناس كلها بتتكلم عن طريق هذه الفيديوهات خصوصا لو بقى معنا اتنين محللين على مستوى عالي من التفكير والثقافة يعرفوا يتكلموا في هذه الامور بشكل جيد جدا نبدأ بالحالات الفنية بالتشكيل اول حاجة معنا التشكيل المتوقع للبايرون ميونيخ خلينا برضو في البداية قبل من نتكلم على التشكيل مش معنا برضو ان احنا من نتكلم عن نقاط الضعف ان ده تقاليل من البايرون او ان احنا بكرة وخلاص ضمنين المكسب او كده طبعا فريق كبير وزي اي فريق في العالم اه هم اقوى فريق في العالم حاليا طبعا ولكن في بعض نقاط الضعف اللي ازاي احنا ممكن نقدر نستغلها فاول حاجة طبعا ان التشكيل المتوقع شوف انت قلت ايه برضو حيقوله غير كده بس يلا مش مشكلة التشكيل المتوقع من وجهة نظري هو في اخر مباراة لعب اربعة واحد اربعة واحد اعتقد ان هو بكرة هيلعها يرجع لطريقة المعتادة عشان طبعا بيلعب في الطولة كبيرة بل كاس العام للاندية وهم عندهم حلم في كل تصريحاتهم بالسوداسية بالسوداسية كل تفكيرهم من هم ما يحققوا كاس العام عشان يعملوا السوداسية او طبعا في حراسة المرمة مانويل نير واحد من نقاط القوة الكبيرة جدا اللي كان من عليها مبيرح الاثنين المساكين هيرجع جرون بواتنج من وجهة نظري بكرة هيخش مكان سول وده احد نعمل عليه دايرة كده لانه احد اهم نقاط الضعف الكبيرة في البايرن البطء اللي بيعاني منه تمام الديفت ألابة المساكي التاني الفونسو ديفيز هيرجع بكرة غالبا للتشكيل كباكليفت بافار كباكيمين الاثنين الارتكاز كيميتش ومارك روكا الاسباني الصغير في السن اعتقد ان هو هيدخله جنب كيميتش عشان يعمل نوع من الاتزام برضو الدفاع اللي ان هم عارفين اكيد ومذكرين النادي الاهلي وعارفين حجمه نيجي برضو قدام توماس مولر كصنع العاب يتحول كمهاجم تاني جنب ليفندوفيسكي وسيرج جنابري نحية اليمين وكومن نحية الشمال واعتقد ان سانية هيكون ورقة بديلة مهمة جدا ليه يعني مش سانية اللي حيلعب في مكان مارك روكا نفس التشكيل بتاع امبيرح مباراة اللي هي الاول امبيرح اللي هي لعبوها في الدولة الاخيرة اه سانية كان هنا والطرية حولت الاربعة واحد اربعة واحد دي طريقة فيها نوعا ما اللي هي اللي كانت قبل فيها توازن ما بين الدفاع والهجوم وكانت قبل المباراة الاخيرة لان هو داخل على بطولة كبيرة كسب عامل الان دي فاعتقد ان ده هيكون التشكيل الاقرب بكرة يعني ان هو يلعب اربعة اتنين تلاتة واحد وطبعا قدام ليفندوفيسكي زي ما قلنا مبارح أن هم طريقة بناء الهجمة عندهم أن هم بيحاولوا أن الأجناء هتخشوا للعمق والظاهرين يطيروا ده من خلال بناء الهجمة طبعا هم بيزنقوا النادي الأهل في وسط ملعبه وديد أي منافس بيلعبه هيخلوا المنافس في وسط ملعبه والدفاع ده بيلعب هايلين بيلعب خط عالي بيطلع لغاية وسط الملعب وبعد كده كمان بالتالي دي طريقة بتديك نقطة كوة كبيرة جدا أنت بتختارك من العمق ومن الأطراف ولكن نقطة الضعف الأهم في البايرن ميونيخ يعني الأهم أن الدفاع العالي ده وانت عندك واحد زي بواتنج وواحد زي قلابة الاثنين تحديدا بواتنج مستريع أو حتى سول اللي هو مستريع اللي هو المدافع المساكي الثالث سهل جدا أنت تختاركهم بالتمريرات الطولية التمريرات الطولية اللي بتتلعب في ظهرهم كل الأهداف اللي جات في البايرن ميونيخ كانت من من تمريرات طولية ومن ضربات سبتة دول نقطتين الضعف المهمين جدا أن علينا استقلالهم مهمين جدا لا مش كريم نقطة لا أنا بالنسبة لنقطتين كريم نقطة أنا نقطتين كريم نقطة ماشي